قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعطاء أولوية قصوى لبرامج الحماية الاجتماعية في مشروع الموازنة العام المالي الجديد وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي أنه تقرر تبكير تطبيق زيادة المرتبات التي كانت مقررة مع بداية العام المالي الجديد 2022-2023 ليتم تطبيقها اعتبارا من أول إبريل المقبل كان توجيهات السيد الرئيس بإعطاء الأولوية القصوى للحماية الاجتماعية للمواطنين في خلال هذه الفترة من الأزمة وبناء على هذا الكلام الحياة قامت وزارة المالية تعديل الموازنة العام القادم عشان تتيح مساحة أكبر للبعد الاجتماعي لاستعاب الأسعار المرتفعة للسلع الغذائية والأساسية ولبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم النقدي والعيني مع زيادة المرتبات والمعاشات اللي احنا الحياة كنا قلناها والحياة بناء على اجتماع فخامة الرئيس معنا فالحياة فقد تقرر ما يلي أولا تبكير تطبيق زيادة المرتبات اللي كانت مقررة العام المالي القادم 2022-23 واللي كان المفترض أنها هيبدأ تطبيقها اعتبارا من 1-7 القادم لتبدأ من 1-4 الحالي يعني هنبدأ الحياة بدري 3 شهور وده الحياة بتكلفة إجمالية إضافية على موازنة الدولة هتصل إلى حوالي 8 مليار جنيه يبقى بدل ما كانت الزيادة هتطبق اعتبارا من 1-7 لا هنبدأها اعتبارا من 1-4 على نفس المنوال الحقيقة وافق سيادة الرئيس على زيادة المعاشات بنسبة 13% على أن برضو يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارا من معاش شهر أول إبريل اللي هو القادم في خلال الأيام القليلة القادمة بدلا برضو من أن هو كان حيتطبق اعتبارا من 1-7 ترجمة نانسي قنقر